من نعم الله تعالى علينا في الحقيقة وجود تلك المزاهب الأربعة لأنها تمثل سراء فقهيا رائع وحلا لمعضلات ومشكلات كثيرة جدا وتدل أيضا على مدى تشديع نصوص القرآن الكريم العقل المسلم على الإبداع والبحث والتنقيب كقول الله تعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم وأولي الأمر هنا المراد بهم العلماء لعلمه الذين يستنبطونه منهم ليس كل عالم قادرا على الاستنبط لتفاوت الأفهام ولتفوق بعض العقول على بعض هناك صاحب بصيرة نافذة كإمامنا الإمام أبي حنيفة كالإمام الشافعي كغيرهما من الفقهاء والعلماء فودود مذاهب فقهية ليس في الحقيقة تجزئة للإسلام إنما توسعة في فهم مقاصد الإسلام الأحكام الفقهية وذلك الفهم فهم منضبط له ضوابطه وله أصوله ولذلك يقول الخليفة عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وأرضاه ما سرني أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا ما سرني أنهم لم يختلفوا أي لو كانوا على رأي واحد ما فرحت بل أفرح حينما يكون لسيدنا علي رأي ولسيدنا عمر رأي آخر ولسيدنا عبد الله بن مسعود رأي ثالث في المسألة ما سرني أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا وقد صدق القائل لما قال اتفاقهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة ومعلوم أحبتي أن هناك اختلافاً معتبراً واختلافاً غير معتبر والاختلاف المعتبر هو الرأي الذي لا يعارض نصاً الذي لا يعارض نصاً أما الاختلاف غير المعتبر الذي لا يمثل شيئاً بل يمثل رأياً شازاً على الإطلاق هو الاختلاف مع ودود النص أو الاختلاف على ما أجمعت عليه الأمة فهذا قول شاز لا يعتد به ولا يعول عليه من قريب أو بعيد أيضاً نحن في الحقيقة حينما نتكلم عن الفقاء الأربعة لا نغالي في متحهم ولا ننسب إليهم عصمة فهم بشر حباهم الله وجملهم وكملهم بنعمة العقل والفهم وبملكة فقهية وقدرة على الحفظ مع صلاح الحال مع الورع مع العبادة والزهد إلى غير ذلك لن ننسج خيالات تحيط بهم وأوهاماً ولن نردد قصصاً خيالياً كالتي نسجها بعض المتعصبين من أتباعهم بل هم كما قلت في النهاية بشر علماء ليسوا معصومين وأن أراءهم ليست راجحة على طول الخط فمنها الراجح وهو كثير ومنها المرجوح وهو قليل ومنها المردود وهو نادر قليل وكل صاحب قول كما قلت وكما قالوا هم بل أردد ما قالوا يؤخذ من كلامه ويرد إلا المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم وفي نفس الوقت لم يكن أحد من الراسخين في العلم أحبتي بأن أحداً من علماء الأمة في القديم والحديث قد أحاط بكل سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن بذلك أحد على الإطلاق لا يوجد في القديم من أحاط بكل سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بل ربما في الحديث من أحاط بالسنة ربما حفظاً وربما أيضاً عن طريق تلك الوسائل السهلة التي في متناول الأيدي ويعني تلك الموسوعات التي قام على إخراجها فريق عمل من المتخصصين والذين ساهروا وأضنوا أجسادهم وتعبوا ربما لسنوات حتى جمعوا لنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبضربة على زر نستطيع أن نتأكد من صحة الحديث أو من عدم صحته